النظام وإيران لا زالوا يتحينون أي فرصة لفتح معارك عسكرية ضد المناطق التي تخضع لسيطرة المعارضة وهم الآن يشيء الدفاع عن هذه المنطقة ومنع سقوطها بيض النظام وخلفاء النظام وفي اللحظة التي يبادر النظام فيها بالهجوم لنا الحق الشرعي بالرد على هذا الهجوم بالطريقة التي نراها متناسبة يعني معه وهذا لا يمنع من الاستمرار في اتزامنا بأننا نريد الحل السياسي اليوم احنا برؤية الحل السياسي اليوخ قبل قليل سألت ان شوه الحل وانا عجيتم الخطوك العديد عدم ايمان المرأة نفسها انه هي عندها دور وليزم تقوم فيها يعني عندي شريحة كتير كبيرة الذكورية عند بعض المواجهة وعن نشوفها عند الكثير انه احنا ما عندنا نساء تحكي وبينوها تجيب تحكي مع النساء وانحنا بنا نحكي بس ما عم يخلونا او ما عم يسمحونا نكون نافذ هذا الدور اضافة انه عم يصير في يعني المرأة احيانا تصنع عدوة المرأة يعني مشان تتصدر مرأة عم تلغي وجود نساء اخريات وانا عم يعمل كبارة فهم الأمين يحرم البلد من هاي الكفاءة النسائية القوية وممكن تخدم يعني باتجاه صحيح الجلس اليوم هي الملتقى الأول للمرأة السورية طبعا كانت الدعوة من مكتب المرأة بالإثلاف الأستاذي ربا حبوش الخطوة ضرورية وأكيد إيجابية بسبب نحنا بحالة ثورة وبناء دولة سوريا لمستقبل فنحن بحاجة لتنسيق كل الجهود تنسيق جهود المرأة ووضع رؤية لمستقبل سوريا طبعا الملتقى رح تتبع خطوات تانية وملتقيات تانية لتأسيس هيئة المرأة السورية